تحية طيبة لكل متابعي ومتابعات قناة سكريم ماتش حلقة جديدة من ماتش بودكاست بمواضيع جديدة كيف معودناكم يأتيكم اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 بتاحليل رازين وبمنتهى الإيجاز غام بدور في مواضيع دينار لتكون من ثلاثة للمواضيع أساسية أولا عودة شيخ المدربين فوزي البنزارتي إلى البطلة الوطنية الاحترافية ثم تأجيل الميركاتور الشتوي ونقتثم باللائحة الأولية للمندخب الوطني المغيبي استعدادا لنهائيات كأس أمور إفريقيا لصفتها وليد أرقباقي بعجلة إلى المحور الأول وعودة التونسي فوزي البنزارتي لقيادة الويداد خلفاني المدرب المغربي الشاب بعادل رمزي حسب بيان فريق الانفصال كان بالطراضي بين الطرفين هذه المرة الرابعة طبيعة الحالي كيتم فيها التعاقد مع فوزي البنزارتي في عهدات رئيس الحالي للويداد سيد سعيد الناصري في 2018 كان التعاقد لأول مرة وتتويج بالسوبر الإفريقي ثم وقع التخلي عن الفريق حيث مشى الإشراف على المندخب تونس أرجع بعد ذلك وقاد الفريق للنهائي تشامبيونس ليك في 2019 بعد السنة في نال غادس الشهير ثم توج بلقب البطولة المغربي احترافية ثم مشى قبل ما رجع في سنة 2021 وقاد الفريق التتويج بالبطولة مرة أخرى ولكن وقصية في نصف نهائي تشامبيونس ليك أمام كايزر شيفس وضيع للفريق لقب اللي كان في المتنول ثم مشابه ذلك واتهم إدارة الفريق أنا ذاك التقصير وعدم الدفاع على الفريق في عهد نفس الرئيس ونفس الإداريين هذا المدرب كيرجع هذا المصار لهذا المدرب مع الرئيس اللي كيتتعاقد معه لا يحتاج صراحة لأي تعليق ديوبا عودتك لتونس هيت التجربة على الوديد رسميا نجم ونقول اليوم فوزي مشارك لا لا رسميا رسميا ترمينا خطر جيد تروس وفلسطاني جيد تطاق بروتونجي ما دفعوش على فريق المتاح فانتي هل الأسباب هذي هذي الأسباب عدد أسباب إدارة ضعيفة جيمي صاو تسل جيمي صاو تسل جيمي صاو تسل فانتي لا نشكرهم بالمناسبة في نتلقاء معمال فانتي فانتي عدد أشياء أخرى معانتها لأني خاصة معانتها في الديني فينال متاع الكوبدا فريق جاء هنا يكيري تعبنا فيه سيبا نرمال عمالنا كان ندريه معانتها نسين معانتها ما لنجمو معانتها التطور انتي في بيرك تطور امان نلعبه كل دو جور تراجر ماتش جير معانتها نلعبه مع غدير معانتها بعيدة على كازابلانكا وبعد ان روح مدساتين تارليل بعد غضاء ماتش شامبينان لأن الماتش هو الشامبينان وقته سري وبعد ان نلعب نرس يعني نفس الاداريين نفس الرئيس تقيبا نفس الهيكل ديال اللاعبين كان هنا بعد تغييره طفيفة ولكن نفس حالة الفريق هاد المدرب كي رجع بعد ما التهم الاضارة في واحد سابق انها كتقصد في الدفاع على مصالح الفريق بعد الفشل دياله في المقابلة الشهيرة امام كيزر شيفس في نسو النهائي ضوير ابطال افريقيا سنة 2021 وتضيع ديال لقب ضوير ابطال الافريقيا ولقب كأس العرش في واحد الضرف قصير في اخر شهر من الموسم كانت تهم ادارة الفريق كيفما قلت بالتقصير وعدم تدي فعل الفريق ثم كيرجع في نفس الحقبة ديال نفس الرئيس هادا كي يبين ان هاد المدرب ما عندوش ما عندوش مبدأ بين قوسين ما عندوش خطوط حمراء من المدرب اللي كي صراح التصريح فكان فهمو من خلاله انه ما غيرجعش نادي او ربما اضعف الايمان انه ما يرجعش ما دام ما تغيرت الامور ما دام نفس الاسماء هي اللي كينا في الاضارة ديال الفريق وهات الشي اللي ما كانش نتوسم خيرا فهذا الرجوع ديال فوزي البنزارتي نتمنى انه يرجع فريق لويداد الرياضي اللي واجهها اثريقيا بعد ما فقد الكثير من الصورة والوزن دياله من بعد ما شفنا فريق لويداد الرياضي كي يخسر في الميدان دياله امام فريق اللي تأسس سنة 2014 هذه واقعة اللي ما تردش ربما في تاريخ الفريق شفنا في المرحلة ديال عدل الرمزي كنتمنى انه فوزي البنزارتي بلما يساوي دياله كاملة يستطع على الاقل انه يرجع فريق لويداد الرياضي للواجهة كنا تحدثنا في حلقة سابقة ان مرحلة عدل الرمزي انتهت مع فريق لويداد الرياضي اتشي اللي كان بعض الممطلة ولكن يعني تبين ان القرار تتخذ في الاضارة للفريق او في مفكرة سعيد النصري خلينا نكونوا داخلقين وبالتالي جيبة دياله مع الفريق الاحمر كتنتهي مبكرا نتمنى لهذا المدرب الشاب كامل التوفيق في المستقبل اليالو في التدريب نتمنى ليه انه يعني ما تهرسوش هالتجريبة نتمنى ليه انها تكون قيمة مضافة لما صارغة اليالو نتمنى ليه كامل التوفيق خاصصا انه كان احد المرشحين لتولي منصب في الاضارة الفنية لمنتخب الطعم الريبي تحديدا المساعد الاول المساعد الثاني للمدرب وليد ارقباقي بالتالي فعنده ما يقول ويرجع بقوة في المستقبل لاننا كنحتاجوا مثل هاد المدربين اللي لعبو كرة ومشاو كورنوا راسهم على اعلى مستوى ففي الديار الاوروبية ورجعوا يخدموا البلاد لهم في هاد المجال ننتقلو المحور الثاني اللي عنا في هاد الحلقة المحور الثاني اللي راشو فيه خبر ديال جيل الميركرة الشاتوي اللي اتخذته العصبة الاحترافية لكرة القادم الميركاتو اللي كان مقرر انه انطلق في ثلاثة يناير الفين وعشرين مطلع السنة المقبلة لكن العصبة ارتأت تأجيل ديال الميركاتو الى شهر فبراير المقبل اي لمدة شهر يعني بعد انتهاء كأس امم افريقيا المقررة في كورديفور العصبة الاحترافية حسب بلغ ديالها ارتأت تأجيل الميركاتو من اجل تمكين اندية البطلة الوطنية من متابعة كأس افريقيا ومنحها الفرصة في حال كانت لديها رغبة في ضم لاعبين تألقوا بالكرام العصبة اكدت انها ستفتح الميركاتو في شهر فبراير عوض 3 يناير اللي كان مقرر انه ستفتح فيها سابقا من اجل انتظار نهاية كأس امم افريقيا لكن يبقى السؤال الذي يفرح نفسه هل العصبة وفرت الظروف المواتية للفرق من اجل التعاقل مع لاعبين دوليين من الكرن المقبل الجواب هو لا لماذا؟ كم هي منحة الفرص بالبطولة؟ منحة هزيلة اغلب الملعب المغربية الكبيرة تم اغلاقها هاد الملعب اللي كانت صدف فيها الفرق الكبير في مغرب المبارية ونحن نعرف ان ابرز مصدر دخل للفرق هو الجماهر هل عوضت العصبة لاندينا متضبرة؟ الجواب حسب العلمي لا اذا تكون عنده فائدة في الواقع اعتقد له اشن بغت العصبة تقول لنا من هاد القرار اشن بغت توصل لنا الهو قرار من اجل الاستهلاك الداخلي ام لتزين صورة العصبة خارجيا ما عرفش صراحة بعض القرارات كتتتخذ من اجل انها تتتخذ فقط ويلا علش ما فتحوش الميركبتو يوم ثلاثين ثلاثين يناير وتمدد ان اقتضت الضرارة لمدة شهر اذا خيار اللي كان يبقى مطروح ولا اعرف صراحة بعض القرارات اللي كتتتخذ في عصر وفي هذا العهده ديال السعب السلام بالقشور رئيس العصبة الوطن الاحترافية بعد القرارات اللي غريبة جدا انتقلوا لمحور الثالث اللي عندنا في الحلقة اللي هو المحور الاهم وهو لائحة المنتخب الوطني المغربي اللائحة الاولية للناخب الوطني وليد الرقراري اللائحة لصفتها الكاف يوم 14 دجمبر الماضي اي يوم الخميس الماضي وضمت خمسين لاعب حسب عدة مصادر على اساس انها غد تقلص ما بين ثلاثة وعجمين تل سبعة وعجمين لاعب ففي المرحلة المقبلة قبلها ثلاثة يناير اللي هو الموعد اللي حد ذاته الكاف من اجل ابسال اللائحة النهائية اللائحة ديال خمسين لاعب يكون فيها جميع اللاعبين اللي شدناهم في المرحلة السابقة يكون فيها بعض اسماء الجديدة طبيعي الحال لكن فرأي ان تشكيلة ديال اللي كانت اي خلي وليد نفس التشكيلة الاساسية اللي كانت في الموندير مع بعض اضافات صابيري حاريت بيتشارلسون عزوزي تيسيد دالي الكعبي عبد حميد ابقاء عملود امين عدلي برايم صراح هذو اسماء اللي كانت توقع شخصيا انها تكون في اللائحة النهائية ديال وليد الراقراقي نظرا لان عدد من عدد من تغييرات طبقت منذ الموندير الى الى الان جمعة من اللاعبين فقدوا التنفسية نتحدث عن اشرف داري نتحدث عن جواد لياميق نتحدث عن عبدالزاق حمد الله ربما اللاعبين اللي خرجوا منه مفكرات وليد الراقراقي ممكن اسماء او اسمين ارجعوا في اللائحة النهائية هذا يعتمد على المستجدات اللي غا تكون في هاد المدة ديال 15 يوم الاصابات ثم تألق ديال بعض اللاعبين اللي ممكن يكون في هاد المباريات اللي متبقية اللي هم على الانديا ديالهم وإلا في اللائحة النهائية بنسبة 90 حتى الـ 95% اضحط واضحة في مفكرات المدارب وليد الراقراقي مع بعض استثناءات الطريقة اللي ممكن تترى في هاد 15 يوم اللي بقى من اجل افساد من اللائحة النهائية يتعلق الان بعض الاصابة اصابة نوصر المزهروي اصابة اللي كانت كالصائق على المعسكر للمنتخبوط المغربي او على اضافة الفن للمنتخبوط المغربي بعد اصابة الظاهر الايمان ديال المنتخبوط المغربي اللي كيوضفه وليد الراقراقي في مركز الظاهر الايصار نظراً الضعف اللي عندنا في هذا المركز اصابة دياله قبل ايام قليلة وقبل اسابيع قليلة من الالكان الخبر اللي كان انه نوصر المزهروي ياخد السباق ضد الزمن من اجل العودة قبل الالكان نتمنى ذلك وإلا فغان نجدو نفسنا امام صعوبة كبيرة في تعويض هذا الاسم خاصة ان الضاهر الايصار عنا نعاني في هذا المركز بتواجد عاطية الله اللي يعتبر الخيار الوحيد حتى الان لمدارب وليد الراقراقي في هذا المركز عاطية الله للتاجر نسبياً لأداء دياله منذ الموندير لمع الفريق دياله لمع المندخبوط المغربي وليد الراقراقي على فكر جميع الاختيارات من اجل حل هذا الموضلة ثم بقية الخطوط ربما تم الحسم فيهم خط الهجوم مع تواجد يوسف النصيري مع تواجد طريق سودالي مع تواجد أيوب الكعبي هدوهما رؤوس الحربة لمرتقب انهم يمشيوا مع المندخب الوطني المغربي الى نهائية الكان ثم في وسط الميدان الأسماء باتت واضحة نفس الأسماء ربما اللي كانت في الموندير مع تواجد سوفيان أمرد اللي استرجاع رسمية مع مانشستر يونيتد ومعاناة ديال الفريق بتواجد اوناحي لجاهزية دياله تبقى محل شكل مع تدبدب حضور دياله مع مارسيليا بفعل الإصابات بفعل الاستعداد البدني ثم أمين حاريت اللي عاد من الإصابة عاد الى الظهور مع فريق مارسيليا ثم أملح اللي شفناه في المقابلة يوم أمس أمام باشرنا مع فريق دياله فالنسيا عاد من الإصابة السؤال للجاهزية دياله يبقى مطلح أيضا ثم حاكم زياج سوفيان بوفال اللي عاد أيضا من الإصابة لم ياخد دقائق كثيرة هذا الموسم لجاهزية دياله مع حل شكل أيضا ثم في خط الدفاع مع تواجدتنا إياديا غانم سيس نيف أكد عن وجده صعوبة في التعويض ديال أحد الإسمين في حالة لقدر الله كانت الإصابة كان تجريب ديال الخيار ديال يونس عبد الحاميد شارد رياض مدافع ديال في سي برشلونة لمعارب إلى بيال بيتيس ثم ظاهر الأيمان بتوجد أشرف حكيمي ثم أيوب العملود اللي كي يبقى خيار ثاني حسب لوائح السابقة وحسب المعسكرات السابقة ديال المنتخب الوطني المريبي هذه هي اللائحة النهائية المرتقب أنها تمشي مع المنتخب الوطني المريبي ما لم تكن هناك إصابات لا قدر الله وهذا الشيء اللي ما كانت من نوش فهذا الشهر اللي بقي لمنافسة كانت هذي أهم المواضيع اللي هنا في هذه الحلقة متمنوا تكونوا بخير وإلى اللقاء